أشهد النائب العام الدكتور أحمد الموساي بأداء النيابة والمحكمة الابتدائية المتخصصة والشعبة الاستنافية المتخصصة وبما تبذلان من جهود كبيرة في تحقيق القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها الحكم فيها بما في ذلك التصرف كثير من قضايا الاثقار وتهريب المخدرات والحشيش التي تديرها وتقوم بها قيادات ميليشيات الحوثية الإرهابية لتمويل عملياتها الحربية ضد أبناء الشعب اليمني كما نوها النائب العام إلى الأهمية البالغة للنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة والشعبة الاستنافية بمأرب باعتبارها ذات النيابة والمحكمة التي كان مركزها العاصمة صنعاء والتي تختص مكانيا بالعديد من المحافظات كصنعاء وذمار والمحويت وعمران وصعدة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين مع القاضي محمد حميدان رئيس الشعبة الاستنافية الجزائية المتخصصة والقاضي مروان النسي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة والقاضي أحمد أبو أصبع رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة وأكد النائب العام على أهمية ودور وعمل قيادة ومنتسبي النيابات والمحاكم الابتدائية والجزائية والشعب الاستنافية التي تمثل أهمية كبيرة في مكافحة الجرائم الجسيمة التخلص من آثارها السلبية على حياة الفرد والمجتمع مشيدا بدور الأجهزة الأمنية ورجال مكافحة المخدرات لما يقومون به من أدوار بطولية في سبيل ضبط الجريمة وتعاقب مرتكبيها وحث النائب العام القضاء في اللقاء على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أفضل النتائج المطلوبة